معانا الدكتور محمد أمين رئيس اتحاد كرة اليد الأبطال يا دكتور محمد ألو أعيب أستخيري معاك مبروك 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 الله يباول فيما عليك ونقل يعني يوم سعيد على الشعب المختلف الجميع فرحتونا 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 بشكل لا تتخيلوا الله يخاديك أستخير وأنا أحييك أولا لأنك رئيس اتحاد ناجح ونجحت أنك تجمع لعبتك ويكون هندوم هذا الانتماء ولا سمعنا مشكلة ولا سمعنا حكاية ولا نعرف مين بيلعب ومين ما بيلعبش شايفين أبطال طول الوقت فحضرتك تستحق التحية أنت وهؤلاء الأبطال الله يخديك هما مجموعة من اللاعبين الرجال الوطنيين المحبين لبلدهم اللي بيشيلوا أي مشاكل في الدنيا ممكن تدخيلها مقابل كلمة مصر معانا مدرب هايل معانا إدارة التحق ويسها معانا دعم من معالي الوزير معانا نظام خدناه من الدكتور حاصل مصطفى ماشينا عليه م شاء الله وبعد كده توفيق أن احنا نكتهدون حاول نمشي في نفس المنظومة المتريزة دي اللي فيها أسلوب علمي وتخطيط وهدوء عشان نوصل لللي احنا عايزين والحمد لله مين أول واحد كلمت بعد الفوز يا دكتور محمد بعد الفوز قناة تانية عادي يا دكتور الأساس تامر أمين ده أخوك تامر أمين ومحمد الأمين يعني أنا على المستوى الشخص حبيبي جدا تامر أمين لا أيها آه لا مش بكلمك من الإعلاميين مال بتكلمني من مين من البلد من البلد أنا كل البلد أنا 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 وأحنا وأنا طالع وأنا نازل من بعد النتيجة وأنا أحس إن أنا جوه المدرجات أكتر من عشرين ألف متفارج هم دول أهل كل واحد فيهم يعني وزير الشباب ورياضة ما كلمتش باريك لك طبعاً وزير الشباب ورياضة عم علي ومأبوداء ودولة رئيس الوزر ده أنت ده فخامة الرئيس بأول حاجة عملها أنكم مباشرة بعد الفوز يبقى هو يبقى دي أهم تشوف دي بقى هي دي الجاهدة الكبرى بالنسبة لنا أنت مكنتش تعرف؟ لا والله ده الرئيس صلى على كل تهنئة ده تهنئة وإشادة بيكو إشادة جميلة يشوف فخامة الرئيس يعني أقول لك بالنسبالنا هو يعني أقول لك داعم محببنا في الزيادة إحنا بالنسباله بنحاول يعني ده ما هو بيسعر الشعب المصري في كل حاجة إحنا بنقول له بس والله أنا لا أستبعب وأتمنى أن الرئيس يستقبل هذا الفريق الرائع اللي رفع اسمه مصري يعني الرئيس في الحاجات دي لي لما ست طيبة وجميلة فنتمنى أنه يقابلكم أقول لك حاجة حاجة حقيقية يعني نعم إحنا دولة رئيس الوزراء والمعادل الوزير هو معهم أنا ومع الاتحاد الفوري بنكرمهم ونسلم عليهم ونهنيهم والله أقسم بالله طلبه تهنيه قالوا أن احنا نحتاجين نقابل القيمة الكبرى رئيس الكمورية ده أكبر تكريم لنا هو أولادك استحقه اللي عملوه استحقه عليه الله يخديك ويبي دايما كده يا رب مصر خير ونعم يا رب يا رب بولاد المخلصين مبروك مرة تانية يا دكتور محمد أمين الله يخير مبروك أرجوك بارك لكل اللاعبة وقال لهم أنتوا فرختوا المصريين قوي وإحنا فخورين بيهم للمرة التسعة والمرة التالتة على التوالي ياخدوا بطولة إفريقيا وراحين الأولمبيات في فرنسا يعني شيء يشرف بنشكركم جدا الحمد لله الحمد لله ومتشكر اللي دماما بالخير مبروك ويعني دايما بناخد دعمنا من القيادات الإعلامية ربنا يخليك الله يخليك ربنا يخليك